السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي وامتابعيني في كل مكان أنا مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الخامس لابتدائي في مادة المهارات المهنية هشرح معاكم الدرس التالت الزراعة في حديقة المدرسة قبل ما أبدأ الفيديو بتمنى لو بقدم لحضراتكم محتوى سهل وبسيط كلكم تدعموا الفيديو بأكبر عدد من اللايقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرز على كلمة الكل علشان يوصدوكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله خلونا نبدأ النهاردة الدرس التالب بعنوان الزراعة في حديقة المدرسة أول حاجة بيقول لي ينقسم العمل في الحديقة إلى أربع مراحل أول مرحلة الزراعة اتنين التسميد رقم ثلاثة الرية رقم أربعة الحصاد ولازم تعرفوا الخطوات كويس ينقسم العمل في حديقة المدرسة إلى أربع خطوات أو أربع مراحل الزراعة التسميد الرية الحصاد اول حاجة طبعا عندنا الزراعة وبيقول في الزراعة بتتم زراعة نباتات جديدة باستخدام البزور او العقل زي زراعة الطماطم او الفصولية او نبات دوار الشمس وخلي بالكم الجملة دي بتيجي في الامتحانات كتير جدا تتم زراعة نباتات جديدة باستخدام البزور او العقل الجملة دي بتيجي في الامتحانات كتير واهتموا بيها يعني بيتم زراعة نباتات جديدة سواء زرعوها باستخدام البزور بتاعت النبات او باستخدام العقل وكمان بيقول لي زي زراعة الطماطم او الفصولية او نبات دور الشمس رقم اثنين التسميد وفي التسميد بيقول لي ان بيستخدم السماد لزيادة خصوبة التربة وفي عندي انواع من السماد زي السماد الكيماوي والسماد العضوي والسماد العضوي ده بيتكون من كشور الخضروات والفواكه وده سؤال الامتحاء يتكون السماد العضوي باستخدام كشور الخضروات والفواكه تاني التسميد يستخدم التسميد لزيادة خصوبة التربة ومن أنواعه السماد الكيماوي والسماد العضوي والسماد العضوي ده يتكون أو يستخدم بيتكون من كشور الخضروات والفواكه السماد العضوي يتكون من كشور الخضروات والفواكه رقم ثلاثة بيكلم لي على الرأي وفي الرأي بيقول لي فيها أن بتتم عملية الرأي في حديقة المدرسة بالرأي بالتنقيد وبيشرح بقى الرأي بالتنقيد ده عبارة عن طريق سك بزجاجات بلاستيكية وملأها بالماء ثم تعليقها فوق النبات علشان تنزل المية ببطء فوق التربة السؤال ده مهم جدا الرأي بالتنقية الرأي بالتنقية يتم عن طريق سجب زجاجات بلاستيكية وملأها بالماء ثم تعليقها فوق النبات ليسقط ببطء على التربة تبتعلوا بعد كده شوفوا رقم 4 ودي مرحلة الحصاد ودي آخر مرحلة من مراحل الزراعة ويجب على الحاصدين مراقبة نمو النبات حتى ينضب ويصبح جاهز للأكل الحصاد آخر مرحلة من مراحل الزراعة ويجب على الحاصدين مراقبة نمو النبات حتى ينضب ويصبح جاهز للأكل وخلي بالكم الأسئلة هنا بتجي كتير جدا زي مثلا يقولي بتتم زراعة النباتات في الحديقة باستخدام البزور أو العقل السؤال الثاني يستخدم لزيادة خصوط التربة انت هتقوله السماد رقم 3 يتكون السماد العضو من ايه انت هتقول منكشور الخضروات والفواكه كل الأسئلة اللي أنا بقولها لكم دي مش بيخرج منها الامتحان الرأي بقى ويجي يقولك يتم رأي الحديقة عن طريق الرأي بالتنقيد طب يجي يقولك هو رأي يتم عن طريق السوق بزجاجات بلاستيكية وملأها بالماء ثم تعليقها فوق النبات لتسقط ببطء على التربة تبقى انت عارف ان ده الرأي بالتنقيد طب ممكن يسألك سؤال تاني اخر مرحلة من مراحل الزراعة وهو الحصاد طب الحصاد اللي بيحصل فيه قال لي يجب على الحصدين مراقبة نمو النبات حتى ينضج ويصبح جاهز للأكل السؤال الدرس مهم جدا وبيجي منه امتحانات اسئلة كتير جدا في الامتحان تعالوا شوفوا رقم اللي بعد كده بيتكلم على الحشائش الضرة والحشائش الضرة قال لي بقى على التلاميذ تفقد الحديقة المدرسية مرة واحدة اسبوعيا وفي حالة وجود حشائش ضرة يجب ازالتها واستقصالها من الجزور حتى لا تنمو من جديد تاني الحشائش الضرة على التلاميذ تفقد الحديقة المدرسية مرة اسبوعيا وفي حالة وجود حشائش ضرة يجب ازالتها واستقصالها من الجزور حتى لا تنمو من جديد طب فوق الزراعة الحديقة المدرسية الحديقة المدرسية دي لما يكون مزروع الفايدة بتاعتها طبعا بتوطي للحديقة منظر جميل جميل جدا رقم اتنين بتعمل على تنقية الهواء وكمان زراعة الحضيقة بيكون مفيدة لصحتنا وكمان زراعة الحضائق بتساعد الشباب والاطفال على اكتساب مهارات جديدة مثل تحمل المسئولية زراعة الحضائق تساعد الشباب والاطفال على اكتساب مهارات جديدة مثل تحمل المسئولية درس سهل وبسيط نقول لكم اهم الاسئلة تاني بتتم زراعة نباتات جديدة باستخدام البزور او العقل رقم اثنين يستخدم استماد لزيادة خصوبة التربة رقم ثلاثة يتكون استماد العضوي من كشور الخضروات والفواكه رقم اربعة هو الري بالتنقية يتم عن طريق سجب زجاجات بلاستيكية وملأها بالماء ثم تعليقها فوق النبات ليسقط ببطء على التربة رقم خمسة آخر مرحلة من مراحل الزراع وهي الحصاد اللي حشائش الضرة يجب على التلاميس تفقد الحديقة المدرسية مرة أسبوعيا وفي حالة وجود حشائش ضرة يجب إزالتها واستقصالها من الجزور حتى لا تنمو من جديد طب زراعة الحديقة مفيد قالك أيوة بتعمل على تنقية الهواء كمان مفيدة لصحة الإنسان كمان زراعة الحديقة بتساعد الشباب والأطفال على اكتساب مهارات جديدة مثل تحمل المسئولية شرح الدرس خمس دقائق كنا مخلصين ياربكم بقدم لكم علومة سهلة وبسيطة دعواتي لكم حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معكم بسمر وزهرة